معركة عض الأصابع في المعادلة السياسية تجاوزت مرحلة المواجهة بالتصريحات لتتحول إلى فتيل ساخن في الشارع العراقي ربما تشعل شرارتها أياد خارجية تحول أغراق البلاد في مستنقع النزاع الداخلي لهذا جاءت خطوة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بالدعوة إلى حوار وطني عراقي يجمع قادة الكتل السياسية رسم الاجتماع بصورة جديدة طرح التساؤلات المشاركة والتساؤلات لتوقعات انعكاسه الإيجابي على الانسداد فالتيار الصدري أعلن عدم مشاركته لا بصورة مباشرة ولا غير مباشرة وهذا القطب الأساسي في المعادلة السياسية الذي يتمثل أثره بالاستعداد لتظاهرات مليونية في الشق الآخر المتمثل بالإطار التنسقي لم يحضر أمين حركة العصائب كذلك لم يشارك رئيس المجلس الإسلامي الأعلى همام حمودي والقيادي في الإطار التنسيقي أحمد الأسدي إنما خوّل رئيس تحالف الفتح هادي العامري حضور الاجتماع الحضور شمل الرئاسات الثلاث ومعظم قوى الإطار التنسقي ومشاركة الممثلة الأممية جنين بلاسخارت ورئيس مجلس القضاء الأعلى فأقزيدان ووفد رفيع المستوى من الاتحاد الوطني الكردستاني على رأسه رئيس الاتحاد بافل طلباني وكذلك الممثل عن الحزب الديمقراطي الكردستاني وزير الخارجية فؤاد حسين اجتماع الرئاسات مع قادة القوى خرج بالاتفاق على إيقاف كل أشكال التصعيد الميدني والإعلامي والسياسي وحماية مؤسسات الدولة والابتعاد عن إثارة الاستفزاز كما دعا المجتمعون التيار الصدري للانخراط في الحوار مع الإشارة إلى أن الاحتكامة لانتخابات مبكرة ليس حدثا استثنائيا إذن هي مخرجات لطرح المبادرة السابقة بمواقف تجمع معظم القادة السياسيين في البلاد على ضرورة الإسراع في حل الأزمة السياسية بعد أن وصلت لطرح سيناريوهات لا تخدم إلا إشعال فتيل النزاعات دون جدوى اشتركوا في القناة